إذن ما هو مرادهم من الصحيح؟ هذا مهمة أو أهمية معرفة الإصطلاح ما هو مرادهم من الصحيح؟ يقول من يقول؟ فيض الكاشاني طبعا شواهد كلماتهم واضحة ها؟ مو إدعاء مو تفسير هذا من الفيض الكاشاني وإنما استقرار الكلمات المتقدمين يقول وإنما مرادهم من الصحيح هو الإصطلاح من الصحيح ما بين القدماء للصحيح ما بين العلامة وبعد ذلك وهذا ظاهر لمن مارس كلامهم بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على ماذا؟ على كل حديث اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه وإن كان السند بالإصطلاح الثاني للصحيح ضعيفاً ومطحوناً فيه يعني أنت لو جئت إلى كتبهم الرجالية وقرأت عن سهل بن زياد يقولون غير ثقة محمد بن سنان ليس بثقة ضعيف ولكن مع ذلك ينقل مئات الروايات عن محمد بن سنو عن محمد بن سنو ويعبر عنه في مقدمة كتابه روايات شنو صحيحة تقبل هذا؟ يعني تقبل أنت من السيد الخوي أنه في كتابه معجم رجال الحديث يقول ضعيف 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 ثم يأتي إلى كتابه في التنقيح كل الروايات التي في سندها من ضعفه يقول صحيح 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 بعده أصلا أنت تعتمد على علمي مثل هذا الإنسان أو لا تعتمد بعد تقول مو معقول يا أخي أنت في كتاب في كتبك الرجالية تقول كل هؤلاء ماذا ضعفاء فكيف تقول في التنقيح أن رواياتهم ماذا صحيحة الجواب ما هو؟ الجواب ما هو؟ أنه ما قلته في كتابي الرجالي كان النظر إلى ماذا؟ إلى الشخص نعم ضعيف أما ما قلته في الكتب الحديثية كان النظر إلى ماذا؟ إلى مجموعة القرائن نعم محمد بن سنان لو كان بما هو محمد بن الضعيف عندي ولكن عندي مجموعة قرائن تقول هاي الرواية صادر عندي أطمئنان بالصدور وإن كان الراوي ماذا؟ ضعيف ما أدري واضح هذا أو لا ولذا يقول ما هي هاي القرائن؟ التفتوا جيدا يعدد مجموعة من القرائن عند القدمة هل سقد أنت تتفق معه وقد ماذا؟ وقد تختلف ما في مشكلة ولكن ما هي القرائن؟ يقول كوجوده في كثير من الأصول الأربعمائة المشهورة المتداولة بينهم واحد وكتكرره في أصلين أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد عديدة ثنيا وكوجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماع الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة محمد المسلم الفضيل بعد أربعة وعلى تصحيح ما يصح عنهم خمسة وكندراجه في أحد الكتب التي حرضت على أحد الأئمة ستة وكأخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها سبعة وهذه مجموعة القرائن التي ذكرت في كلماتهم فبجمعها كان يحصل للشيخ الطوسي الوثوق بصدور ماذا؟ بصدور الروان وكان أين يثبتها؟ في التهذي يثبتها الصدوق أين؟ في من لا يحضره الفقه يثبتها الكافي أين؟ ثقة الإسلام الكلين أين؟ في الكافي وهذا ضابط واقعا يستحق الوقوف عنده أو لا يستحق؟ نعم لأن هؤلاء اجتمعت لهم من القرائن ما لم تجتمع لنا للأصول الأربعمائة بأيدينا ولا أصحاب الذين عاصروا أصحاب الأئمة عاصرناهم ولا قربوا ولا هم قريبوا العهد منا ولا 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 كلها لا توجدوا بأيدي أين أنت وأين أولئك؟ أو أين العلام القرن السابع والثامن؟ هذا هو أين ذاك أين؟ أين القرن الثالث والرابي؟ ما أدري واضح هذه؟ وهذا نص عبارات هؤلاء الأعلام التفت إلى العبار التفت التفت إلى العبار هذا شيخ الطوسي يقول يقول إما نستند إلى ظاهر القرآن وإما من السنة المقطوع بها إذن كل هذه الروايات الموجودة هنا يدعي الشيخ الطوسي أنها ما هي مقطوع بها ما هو طريق القطع؟ يقول إما متواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القراءن التي تدل على صحتها بعد بينك وبين الله من المنطقي جنابك تأتي في معجم رجال الحديث تقول وقد تناقض الشيخ الطوسي ذكر عن أناس ضعفهم في رجاله ولكن قال رواياتهم صحيحة في التهذيب بعد هذا الإشكال وارد على الشيخ الطوسي له ليس بوارد شيء غريب واقعا من السيد الخوي شيخ الطائفة ماذا يقول أن الداء صحيحه على أساس علم ماذا؟ علم الرجال حتى تقول له هو قال أنه ضعيف قال ضعيف ثم ماذا؟ كيف يدعي مقطوعة وهي أخبار أحا عجيبة هو يدعي خبر واحد ولكن خبر واحد اقترن ماذا؟ بقراءن يطمئن الإنسان بصدورها وهكذا نص عبارة من تفتول جيدا أعزائي نص عبارة الطوسي أقول الصدوق من لا يحضره الفقه في جزء أيضا جزء الأول صفحة ثلاثة قال وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع إذن لا تشكل بعد عليه في معجم رجال الحديث كيف تقول ذلك وأنت بعض هؤلاء الذين في السند أنت ماذا؟ أنت ضعفتهم إذن الاختلاف مبنائي كامل أنا دا أقول صحة بمعنى وأنت تستعمل الصحة ماذا؟ بمعنى آخر إذن أعزائي خلوا ذهنكم يمي جيدا إلى هنا حتى أمر بسرعة إلى هنا اتضح أن ما ذكره سيدنا الأستاذ السيد الخوئي في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة اثنين وعشرين إلى صفحة ستة وثلاثين ليس إشكالا فنيا على هؤلاء يعني على دعوة قطعية الكتب الأربعة إذا أردت أن تناقش لابد أن تناقش فيه ماذا؟ في المبنى مو في البناء اللي هو يختلف في المبنى إذن هذا الكلام أنه هذا القول باطل من أصله أو هذا القول لا يرجع شيء منها إلى محصل هذا كلام كله غير فني عبارته الأخيرة أقرأها للأعزاء يقول وعلى الجملة أن دعوة القطع بعدم صدور بعض روايات الكافي قريبة جدا هذا إشكال بعض صغروي لا كبروي أنت تقول أقطع بعدم الصدور الكافي يقول ماذا؟ هذا إشكال بينك وبين الله كبروي لا صغروي وليس من دعب المحققين أن يناقشوا البحث ماذا؟ صغروي أنت تقول محمد بن سنان صحيح معتبر أنا أقول ماذا؟ غير معتبر مبنى أنه مو معتبر هذا أولا يقول ومع ذلك كيف يصح دعوة العلم بصدور جميع رواياته؟ عجيب هو يقول اجتمعت عندي القرائن أنها ماذا؟ صادر قد يخطئ قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطئ كيف ميريد؟ استغراب ميريد؟ هو هاي القرائن اللي موجودة كما أنه جنابك اجتهدت وانتهيت إلى هذا المبنى الجديد وإلى قبل سيد الخوي هذا المبنى في علم الرجال أصلا متعارف أو غير متعارف غير متعارف هس بين وبين الله نتهم وأنك أبدعت في المذب لا ما أبدع اجتهاده وأوصله أن الخبر إنما مداره على الصحة والسقم بالمعنى الذي هو يغتر بعد أعزائي للعبارة يقول بل ستعرف بعد ذلك أن روايات الكتب الأربعة ليست كلها بصحيحة والله غريب يا أخي ليست كلها بصحيحة بأي معنى زيدنا؟ ليست كلها بصحيحة على مبنىك في الصحة ولم يدعي الصحة على مبنىك ويدعي الصحة ماذا؟ على مبنى والله غريب هذا الإشكال هو لو كان يقول صحيحة على ماذا؟ على مبنىك أنت اللي أسست له بعد ستة قرون أو عشرة قرون من حق تقول له لا مشتبه هذا مصحي هو يقول مبنى فيه ماذا؟ مبنى أنه جمع القرائن أنت تقول مبنى ما هو؟ ماذا قال الشيخ الطوسي في رجاله؟ وهذا أين من ذلك؟ قال فضلا عن كونها قطعية الصدور ولذا بعد ذلك يأتي إن شاء الله العزة يراجعون يقول وأيضا قد ناقش يعني الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي في غير مود من كتابه في صحة رواية رواها عن الكافي هاي إشكالات دي يشكلها على القطعيات يقول الشيخ الصدوق في جملة من الموارد ناقش من؟ ناقش الكليني قال لي أنت تقول له صحيحة؟ هاي مو صحيحة بل هو في اعتقاده اجتمعت القرائن الشيخ الصدوق يقول ماذا؟ يقول شونا المشكلة؟ هو بحث صغراء ويقول لا يؤثر على المبنى شيئا